ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد المالك اجتماعا لحكومة الكفاءات السياسية من العاصمة المؤقتة عدن للوقوف امام عدد من القضايا والمسجدات على الساحة الوطنية في اليوانب السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية وتم اتخاذ عدد من القرارات والاجراءات بشأنها ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد المالك اجتماعا لحكومة الكفاءات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن للوقوف امام عدد من القضايا والمسجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية وتم اتخاذ عدد من القرارات والاجراءات بشأنها وتدارس مجلس الوزراء المهام الماثلة امام الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والمركبة في هذه المرحلة الحرجة وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجتها وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية بما في ذلك وقف تدهور اسعار صرف العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار التموني للمشتقات النفطية واكد بهذا الخصوص ان هناك جملة من الاجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار اسعار العملة بما فيها توريد ارادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي والزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة على اسعار السلع ومنع التلاعب بها والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من اي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة مؤكدا دعم اجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واقر عدم قانونية اي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الاجنبية واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها وناقش مجلس الوزراء الاجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق باسعار عادلة وعدم حدوث اي اختناقات تموينية كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والامنية خلال الفترة القادمة ومعالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة بما يتوافق مع الامكانيات المتاحة واستعرض مجلس الوزراء الاوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه واقر بهذا الشان عددا من الاجراءات لتجاوزها تدريجيا وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية معربا عن تفاهمه الكامل للمعاناة المعيشية للمواطنين وان الحكومة لن تتدخر جهدا في العمل بكل الامكانيات المتاحة على معالجتها والدور المعول على شركاء اليمن وخاصة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم جهود الحكومة واكد مجلس الوزراء في الاجتماع أن المواطنين ينتظرون من الحكومة حلولا للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية ونحن سنعمل بكل ما أوتينا من جهد وإمكانيات لمعالجة كل المشكلات خصوصا الملحة منها مشيرا إلى أن عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها استكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وشدد الدكتور معين عبد الملك على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأخطار القائمة وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي وترتيب الملفات والأولويات بحسب أهميتها مؤكدا أن أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال واستكمال إنهاء الانقلاب ومشروعه العنصرية المدعوم إيرانيا وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بنتائج لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوث الأممي إلى اليمن والتأكيد على رغبة الحكومة في السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيد دوليا وأننا سنتعامل بمجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام الذي يذهب لمعالجة أصل الداء وليس الأعراض فقط واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي حول أوضاع الجبهات خاصة في أطراف محافظاتين مأرب وشبوة والعزيمة الكاملة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لدحر ميليشيات الحوثي حتى استعادة العاصمة صرعاء وتطهير كل أراضي الوطن من هذا المشروع العنصرية الدموية المدعوم إيرانيا لافتا إلى الخطط العسكرية المعدة لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت وما يقوم به تحالف الدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إسناد كبير في هذه المعركة المصيرية العرب جميعا ووقف المجلس أمام الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على مديرية العبدية ووضاع المدنيين هناك وما يمكن القيام به لرفع الحصار بشكل عاجل وواجبات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب مؤكدا أن لجوء ميليشيات الحوثية الإرهابية لحصار وقتل المدنيين واستهداف النازحين والأحياء السكنية بصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أعمال انتقامية جبانة ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ولن يفلت مرتكبوها من العقاب طال الزمن أم قصر وجدد مجلس الوزراء دانة اليمن بأشد العبارات محاولات ميليشيات الحوثية الإرهابية اليائسة تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف الأعيان والمطارات المدنية وآخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجيزان مؤكدا موقف اليمن الثابت والدعم للأشقاء في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات المواجهة هذه الأعمال الإرهابية الحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها مطالبا المجتمع الدولي بموقف واضح ورادع لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وافق مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير النقل عبدالسلام حميد بخصوص حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية على أن يتم استيعاب ملاحظات عضاء المجلس عليه وأكد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للمناطق الحرة بخصوص هذا الموضوع واعتبر القرار كافة المساحات المائية والأراضي المحاذية للمخطط التطويري لميناء عدن جزءا لا يتجزأ من المخطط التطويري المقر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 433 للعام 2006 وكلف المجلس وزيري شؤون القانونية والنقل بتفعيل دور اللجنة الوزارية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 والموكل إليها بمتابعة تنفيذ القرار على أن تضاف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى عضويتها مع الأخذ بالاعتبار الترتيبات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذه وأقر مجلس الوزراء إعلان إنشاء إدارة محمية جزيرة العزيزي ورأس عمران بمديرية البريقة بمحافظة عدن بناء على القرار المقدم من وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي وتبلغ المساحة الإجمالية للمحمية المصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض 39 كم مربع وتهدف إلى تحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية والاستفاد منها بصورة مستدامة ومنع التلوث بكل أشكاله ومصادره ناسيما المؤثر على الشعاب المرجانية والحشائش البحرية ومراع السلاحف ووفق المجلس على إعلان إنشاء وإدارة محمية خور عميرة بمديرية المضارب رأس العارة بمحافظة لحج والمصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والتنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعادة تأهيلها كما قرر المجلس إعلان إنشاء وإدارة محمية فرهمين بمديرية حديبو بمحافظة سقطرة وتصنف في الفئة الثانية منتزها وطنيا وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 12 كم مربع أطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك حول نتائج جولة الأوروبية إلى النرويج وهولندا وسويد وسويسرا وكذا مشاركته في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجمعية العامة للأمم المتحدة مشيرا إلى الاهتمام الدولي باليمن وتأكيده على ضرورة الموازنة بين الجانب الإنساني والتنموي وناقش مجلس الوزراء تقريرا حول اعتداءات الدوريات البحرية الأريترية على الصيادين التقليديين اليمنيين والمقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري حيث أشار إلى ارتفاع وطيرة الاعتداءات في الآونة الأخيرة أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وأريترية ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 1995 وإيجاد حل نهائي يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات في المستقبل وكلف المجلس وزير الخارجية بمتابعة الموضوع مع الجانب الأريتري واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول حول مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 2 سبتمبر المنصر